فإذا فكرة السماء هي فكرة حقيقية بنفس المقدار أو بنفس الوقت فكرة جهنم فكرة حقيقية مش كلمة مجازية مثل ما بعض بفكر عن كلمة جهنم مثل ما ذكرت أنه يسوع قال معدى لإبليس وملائكة وطبعا يتكلم عن النار والكبريت يعني كل هاي الإصطلاحات فما هو جهنم كلمة جهنم أحب أقول في البداية أنها ليست كلمة عربية الأصل لكن الكلمة مستمدة أو مستعربة من كلمتين يونانيتين جي هنوم كلمة جي باليوناني يعني وادي وهنوم شخص اسمه هنوم فوادي هنوم ده مكان معروف كان أريب من أرشالين كانوا بيطلعوا فيه كل نفايات أرشالين كل الزبالة كل البهايم اللي ماتت وغيره ويطرحوها في هذا الوادي مقبرة مسبلة كل النجاسة بتروح هناك طبعا بيتولت فيها الدوت نتيكة البهايم اللي ميتة وغيره وعشا قطر يتخلصوا من النفايات دي كانوا يولعوا فيها النهار فالرب استخدم من هذا الوادي القريب من أرشالين اللي كل الناس في أرشالين عرفاه وقال إن مصير الأشرار اللي دول يعتبروا كما لو كانوا نفاية الأرض لأن الرب مد إيده بالمحبة لهم مرارا وتكرارا فرفضوا الاستماع لله التوبة عن الخطيئة حبوا الخطيئة نهايتهم وادي هنوم أو جيهنم جيهنم طبعا حقيقية ليست مجازية النار النار بكل معنى رعب النار هي دي جهنم المسيح ليس عنده مبالغات لكن النار فيها عذاب ربما الدود كما يرى البعض صورة لعذاب ينتج من الداخل عذاب الضمير عذاب الذاكرة الناشطة ربما يقول أحدهم أنا استمعت إلى برنامج في التلفزيون كان بيتكلم عن جهنم لكني قسيت قلبي لم أستمع ياريتني كنت استمعت عندما تستيقظ الزاكرة في الأبدية زي ما إبراهيم قال للغني اذكر يا ابني أنك استوفيت خيراتك في حياتك ولعازر استوفى البلاية والآن هو يتعز وإلى أبد الأبدين وأنت تتعذب على شك كده الذاكرة التي ستنشط هتسبب للإنسان يأس المسيح يقول هناك يكون البكاء وصرير الأسنان في الحقيقة أنا مش شغلتي أن نخوف الناس لكن أنا بحذر بس ولما نعرف من كلمة الله أن جهنم مخيفة ومرعبة وما نقولش للناس إحنا ربما مقصرين الله حيحسبنا عشان كده جهنم مرعبة بكل المقاييس إنها ذاكرة ناشطة تذكر لكل الفرص التي ضاعت ولكل نداءات الله ولكل جهاد الروح القدس مع النفس والإنسان يصر على الخطيئة وتلفز بالخطيئة